موسيقى أصدقاء المشاهدين في كل مكان من غير ما الدقاء وكتير في الصورة فعلا دي صورة محمد رمضان أو نومبر وين كما يحب أن يطلق على نفسه الناجم محمد رمضان الصورة كان ممكن تكون عادية جدا لو لا الحركة اللي عملها رمضان لما حط رزم الدولارات على الكرس اللي جنبه فوق اللابتوب وكأنه مثلا حط الجرنان فوق الكمبيوتر بعد ما تصفح عنوين جريدة الصباح الصورة بمجرد نشرها أثرت بالطبع زوبعة اللي شتم والانتقد واللي تجاهل بالطبع هذه الصورة عملت اللي عايزه النجم محمد رمضان بالظبط هو ده بالظبط اللي كان عايزه محمد رمضان تعليقات كتير اهتمام كبير ترند ويفضل رمضان راكب طيارته وراكب الترند محمد رمضان لا شك أنه فنان منه خاص ولا شك أيضا أنه زي كتير من الفنانين في مصر والعالم العربي بل والغربي أيضا عانى كثيرا حتى وصل لهذه المكانة وهذا الرزق الذي يهجه الله لمن يشاء دون حساب صحيح الاعتراف بالنعمة شيء رائع ولكن التباهي بها قد يؤذي مشاعر من يشتهي تلك النعمة أو من هو في كرب ولا شك أن ذلك قد يؤدي لزوال النعم من يومين كنت بعمل انترفيو مع المخرج المصري المعروف مينا كيرولوس وخلال كلامنا أتى الذكرى على محمد رمضان مينا كيرولوس قال لي أنه اشتغل مع محمد رمضان ويعرفه بالطبع القرب لكن لازم أسأل مينا كيرولوس عن محمد رمضان هل بجد هو بيتكلم بتلك اللهجة التي يظهر بها في أدوار مثل جعفر العمدة؟ هل هو فض ومغليظ؟ هل هو متباهن؟ تعالوا نشوف مينا كيرولوس قال إيه عن محمد رمضان الحقيقي وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا على اليوتيوب وموقعنا الإخبار على الإنترنت والفيسبوك هاوى تورنتو معكم أينما كنتم ناس كتير بتختلف على محمد رمضان أنت المساح مطروك هليك قل لي الموضوعي أنا اشتغلت مع محمد رمضان محمد رمضان فنان شاطر جدا 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 ومتواضع جدا 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 وابن بلد جدا 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 أنا اشتغلت معاه كان اسمه الوجه الجديد محمد رمضان في مسلسل سعد حسن مع مونة زاكي اشتغلت معاه في فيلم ساعة ونص اشتغلت معاه مع الأستاذ محمد رمضان طبعا لكن يعني ما ما تقدرش تقول هو هو في الآخر هو وراء جمهور كبير وهو بيعمل اللي الجمهور اللي يحافظ على الجمهور ده وراء يعني خليني اكون انا الديفل هو محمد رمضان بيعمل اللي الجمهور عايزه هو محمد رمضان نجح في حتة معينة وكان ليه تجربة المحاول يطلع منها التجربة دي ما نجحتش اون امتى كان مرة كده عمل فيلم انه هو شاب من المهندسين وبيشتغل في كوربوريت ولابس بدلة وبتاعه والفيلم لم يلاقي النجاح عظيم يعني لانه ولا الجمهور بتاعه حبه في ده ولا جمهور المهندسين حبه في ده فعلى طول العمل اللي وراء رجع تاني لمحمد رمضان اللي احنا عارفينه لكن محمد رمضان لما تشوفه هو بيعمل احمد زاكي في مسلسل السندريلا شاطر جدا محمد رمضان لما تشوفه لما تشوفه اي عمل يعني مش عايزة يسمي الاعمال بتاعت محمد رمضان وهو تتفق او تختلف مع اللي محمد رمضان بيقدمه وانا مش بقول انا بتفق ويباختلف معاه لكن خلينا ما نقدرش نختلف لانه زاكي هو عارف يعمل الضجة وعارف يعمل البراند وعارف يعمل الاسم ويحافظ عليه اللي اسمه محمد رمضان خلينا اسأل سؤال اكيد في ذهن الناس برضو دلوقتي وعن محمد رمضان تحديدا محمد رمضان لما بيتكلم في الطبيعة بيتكلم ايه والحاجات دهيت بالطريقة الجمدة دي سداني محمد رمضان في الطبيعة سوط واطي سوط واطي وهادي سداني شخص لطيف شخص متواضع جدا سداني مش شخص يعني مش زي ما السورة اللي متاخدى عنه دي شهادة انت تسأل عليه اسأل يعني انا اشتغلت معاه كذا عمل انا شفته في الكواليس عامل ازداري لكن هو بيحبك الحبكة دهيت تمام شغله لو معرفش يحبكها ما يبهاش محمد رمضان انا ليه بس مأخذ بسيط على محمد رمضان ويريت يعني يكون ان هو يسمعنا شوية كده هو ليه هو بيحب يتباهى دايما ب ربنا يرزقه ويباركله وكل شيء بس ليه هو بيحب يتباهى بالنقطة دهية يمكن ابتدت بانه بيرد على حد يمكن ابتدى بانه بيقول انا نمبر وان كتمثيل طب ايه مقياسك لنمبر وان انا اعلى اجر انا معرفش بس هو بيعمل كده اوكي هو برضو لما عمل كده وكل الناس ماشية في الشارع انت متفق او مختلف مع محمد رمضان فهو عارف برضو يعمل اسم من الحركة دي اتفقنا واختلفنا معها والزكاء والزكاء طبعا هو تورونتو معكم اينما كنتم